أستاذ إبراهيم عيسى أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أنا سعيدة جداً بوجودك وكن برضو يعني أقر وأعترف في البداية أنه الحديث معك ليس سهلاً يعني أنت كاتب ومفكر وكاتب روائي وناقد كبير أنت إنسان يعني زي ما بقول إيه مختلف عليه يعني هستعير هذه التسمية من برنامجك المشهور أنا اللي شكراً ممتن جداً حضوري مع حضرتك وأعتبرت دي شعادة تقدير لي شكراً فحضرت أستاذة كبيرة عظيمة في مجال الإعلام العربي ورائدة من رائداته وعلامة من علامات السماء والفضاء العربي كله ففي حضرتك يعني كل شيء حضر لا إحنا فعلاً سعداء بوجودك الله يخليك فات إيه حكاية مختلفة عليه؟ أولاً هي تسمية جميلة يعني وهو ده جزء تعبير مصطلح طراثي فيما يخص متفق عليه ومختلف عليه فنتيجة أنه الغرام الذي أصبح هوساً بفكرة الإجماع والاتفاق وكأنه كل الناس من المفترض أنها تقول نفس الكلام وتفكر بنفس الطريقة وتنهج نفس المنج فكان مهم أن نذكر أنفسنا وغيرنا يعني بأنه فيه هناك ما هو مختلف عليه وكما أن الإسلام يسع الاتفاق يسع الاختلاف وأن الاختلاف له قواعده ولو أيضاً علامه اللي فيه احترام متبادل من المختلفين ونقاش محترم وعادل يعني ففكرة الاختلاف شيء إيجابي صحي ديني واجب وليس بالضرورة أن السعي سعي حثيث على الإجماع فقط أو على الاتفاق فقط أما الشخص نفسه بقى مختلف عليه فأعتقد أنه في واقع يعني زي الواقع اللي احنا عايشينه في أوطننا العربية في حدة شديدة في استقطاب أشد في سيطرة كبيرة من التشدد والغلو الديني فترة طويلة طب لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة؟ يعني ما التي أوصلنا؟ طول عمر التشدد والغلو موجود في أي فهم إنساني وفكر إنساني عابراً الأديان وعابراً للمجتمعات الجغرافية طويلة الحياة لكن بتي أوقات هذا الغلو وهذا التشدد ينمو ويترعرع ويقبر وينشر وينتشر ويسيطر ويهيمن دي الفترة اللي احنا عشناها بقى في 50 سنة الأخيرة نتيجة نمو سرطاني لطيار مظلم وطيار إرهابي بمعاونة من أنظمة ومن أجهزة مخابرات سواء دولية أو عالمية أو عربية حتى فحصل هذا التحالف ما بين من يرغب في الفوضى والتفلت والتمزق والتشتيت ومن يعني يؤمن تماماً أن هذه الفوضى هي بابه للوصول والنجاح والتمكن فكان طبيعي أن هذه الظاهرة تنتشر لكن لما بتنتشر بتنتشر قبل كل شيء بالأفكار على العكس السائد المعتقد أنه هي بتفرد بالسلاح أو بالاختيال أو بالنسف أو بالتفجير والتفخيخ مش حقيقي هم بيسيطروا الأول على العقول والصراع من اللحظة الأولى على العقول هم بيتمكنوا من سلطة عشان تمكنهم من التعليم ومن المجتمع فلما بيسيطروا على مقاليد المجتمع وعلى مفاتيح التعليم بعد كده كل الأمور بتصبح سهلة للأسف هم تمكنوا من الدوائر الأهم لصناعة مجتمع متطرف اشتركوا في القناة